تتواصل فعاليات صيف الوسطى بولاية هيما في نسخته الثانية هذا العام في أجواء أسرية وترفيهية وفنية متنوعة والذي يهدف إلى استقطاب زوار خريف ظفار سالكي الطريق البري من خلال الاستمتاع بالفعاليات المسائية المقامة في المحطة الرئيسية برامج متنوعة برامج ثقافية وترفيهية وأيضا خدمات ضرورية كالخدمات الأساسية أيضا مثل المصليات والدورات المياه بالنسبة للبرامج الترفيهية كبرامج المسرح هناك ستكون برامج تقتصر بالأطفال وأيضا بكبار السن وأيضا برامج ثقافية للزوار وأيضا هنا عندنا ركن للبادية وتجسيد لنمط الحياة في محافظة الوسطى إبراز المواقع السياحية والتعريف بالمقاومات الطبيعية والأثرية والتاريخية لسلطنة عمان ومحافظة الوسطى وتقديم المعلومات للزوار الذي يقدمها مركز المعلومات بوزارة التراث والسياحة إلى جانب محاكاة لمحمية المهل العربية وأنواع الحياة الفطرية في هذه المحمية والجهود المبذولة للحفاظ عليها أبرز المحطات التي يتوقف معها الزائر في هذه الفعاليات عملنا هذه السنة حضيرة طبيعية بيئية تضمن الحياة البرية العمانية مثل الغزال العربي والمهال العربي بالإضافة إلى حيوانا اللاما في هدف تعزيز الصون وحياة البطرية الموجودة وكذلك بنفس الوقت الزوار لمهرجان خريف صلالة نتسع لهم المجال أكبر أو بمعنى آخر نقرب لهم المحمية إلى هذه المحافظة نشارك بركن تفاعل سياحي بالإضافة إلى مركز معلومات سياحية نقدم خدمات سياحية للسياح القادمين من مصقط ومن محافظات الشمالية وأيضا للسياح الدوليين القادمين دول الخليق العربية نقدم الخدمات السياحية بالتعريف بالمقومات السياحية الموجودة في محافظة الوسطى وأيضا بالمقومات السياحية الموجودة في محافظة ظفار بحكم أنهم زوار لموسم خريف ظفار 2024 بالإضافة إلى بعض الفعاليات المصاحبة للمهرجان أو للفعاليات في الرسم على الوجه وأيضا فعاليات المطبخ العماني برامج وأمسيات متنوعة وعروض وفنون تراثية من المحافظة شهدت حضورا وتفاعلا من الزوار إلى جانب الحركة السياحية والترفيهية فإن صيف الوسطى يعد رافدا اقتصاديا وتجاريا جيدا محمد بن سعد العلوي من ولاية هيما بمحافظة الوسطى